السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يربي تكونون بأحسن حال يا هلو غلفيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة صلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا تنسوا أننا من اللايكات الحلوة اللي مو مشتركين عندي في القناة يليل تضغطوا على زر الاشتراك وينوروني وننطلق لقصة اليوم وتقول صاحبة القصة يا هلو والله أبحكيكم قصة صديقة لي صديقة كانت مقربة جدا حكايتها غريبة عجيبة ولكن أتمنى أنها تكون فيها فائدة وعبرة إن شاء الله المهم في يوم من الأيام بداية ما تعرفت عليها أننا صار عندنا ظروف في البيت قرر أبوي أنه خلاص لازم نترك البيت أول شيء لأنه صغير ثاني شيء لأنه إيجاره كان مرة غالي فما يستأل هذا الإيجار حين كنا ساكنين بمنطقات تعتبر يعني اللي ما عندهم فلوسة واللي على قد فلوسهم عرفتم كيف؟ جدا عادية أغلب اللي ساكنين فيها كأنهم يعني كلهم كذا طابق أرضي ما عندهم دورين فبعد تعب وعناهم شقة خيرا لقى أبوي بيت في منطقة جدا راقية المنطقة هذه لا إلهة إلى الله كل اللي فيها يعتبرون من المناصب العليا يعني مرة أغنياء حتى المدارس حقتهم يعني حقت أغنياء فحنا طرينا أن ننقل من مدرستنا إلى مدرسة تعتبر راقية جدا فعلا غيرت مدرستي وانتقلت لمدرسة ثانية كان أول يوم دراسي كنت أيامها صف ثاني ثانوي جلست جنب وحدة كان اسمها أحلام المهم تعرفت على أحلام أحلام هذه يعني كانت ما شاء الله لقوة إلا باللام خدودها كذا مليانة بشرتها صافية عيونها سودة شعرها كذا موش طويل كانت مرة تحب تصبغ شعرها دائما أشقر ما شاء الله البنت جميلة وكانت يعني شخصيتها قوية جدا وواثقة من نفسها لو إيش ما يصير إلا تأخذ حقها كانت عنيدة وكلمتها لازم تمشي المهم تعرفت عليها واكتشفت أن أحلام ساكنة بنفس المنطقة اللي حنا تونا سكننا فيها أحلام هذه اللي هي قصتنا لليوم عندها أب وأم وهي وأخوها بس وماشاء الله جدا مترابطين وقلوبهم على بعض وأنا وأحلام زي الواحد وظلوا يعني مرة صديقات ما توقعت يعني بيوم من الأيام تصير هي صديقة المقربة جدا كانوا يعني حتى البنات في المدرسة يحسدونها على صداقتنا كانوا دائما يجون عندنا يقولون أنتم تحبون بعض صح مستحيل أنتم بس صديقات فكنا نوقف الكل عند حده أنه حنا صديقات غصبا على الكل ما في بيننا ذا الكلام أنه حنا فعلا كأننا أخوات كنا نزور بعض باستمرار أعتبرها زي أختي وني نفس الشي نفس الطموح نفس الأحلام نفس كل حاجة يعني سبحان الله كأني لقيت توأمي في واحد نختلف عليه أنا وأحلام أحلام خيالها واسع تحب وتتمنى أنها تعيش حياة وردية ودائما كانت تحلم بالزوج المستقبلي وأنها يعيشها عيشة هنية دائما دائما تفكر في هذا الشي عكسي تماما فكان عندنا قروب بالمدرسة اللي هو حنا يعني تقريبا عبارة عن خمس بنات المهم هذول البنات أنا ما لعلاقة فيهم كثير هذول البنات كانوا يحبون اللي عندها حبيب اللين الخرابيط هذي ما أدري يعني كيف جوهم فكانت دائما أحلام في الفسحة تحب تجلس معاهم وتسمع سواليفهم عن الحب وتقعد تتأمل وتسرح وتعيش أحلام واثقة من نفسها مرة كانت لما تجي عندي تقول لي ياخي دائما أنا أطلع برا ألاحظ كل الشباب عيونهم علي حتى أقاربنا لما نتجمع كده كل الشباب عيونهم علي ما في ولا واحد يتحرك يقول لي أنا أحبك أنا مدري إيش أنا بأخطبك ونعيش قصة حب وكذا كنت أقول لها بنت الحلال أصبري أنا أدري إن ذا الشي بخاطرك لكن أصبري لا تغلطين لا تسوين شي تندمين علي كنت مرة أخاف عليها كنت أقول لها أحلام ترى والله العظيم أخاف عليك لا تستعجلين لا تطيحين في واحد يجلسي لعف فيك وتتأذين وتأذين قلبك معاك أنت عارفة ما ورا هذا الطريق إلا البلا أصبري رزقك بيجيك نصيبك بيجيك لا تستعجلين لسه توق فول شبابك المهم مرة الأيام جتنا الإجازة بعد فترة من الإجازة تقابلنا أنا وأحلام في كافي بالمول وقعدنا كده قاعدين نسولف ونضحك قلت لي اسمعي يا فلانا قلت شوفي أبا أقول لك موضوع صار معاي قلت له وش الموضوع قالت أنا لما أداوم المدرسة كان في واحد يراقبني طبعا أحلام اللي يوديها ويجيبها المدرسة عندنا أبوها كانت تقول في واحد يراقبني لما أرجع البيت الشخص هذا اللي يراقبها ساكن بالعمارة اللي مقابلتهم لين يوم من الأيام تجرى تقول أحلام وجاء عندي وعطاني رقمه وكانت أيامها طالع لبيت عمها وهو ساكن جنب بيت عمها يعني كان اسمه سالم فالمهم بعد ما قالت لأحلام بالسالفة أنا سألتها طيب بعدين إش صار قال شوفي أنا وسالم ما نتواصل مع بعض إلا عن طريقة الواتس بس يعني أنا ما أكلم يدوب كلمته يمكن بس مرة أو مرتين لين أهلي بالبيت وأخوي يعني أخاف أني يعرف فيسحبون مني الجوال أهلي سألت أحلام طيب تعرفين عنه شي غير اسمه وكذا قالت إيوه هو اسمه سالم وعمره ثلاثين ومطلق مرتين وما عنده عيال قلت طيب الله عمره ثلاثين ومطلق مرتين وش سبب الطلاقات والله مدري ولا بعرف يعني أصلا واضح إن سالم مرة كويس ومحترم وواضح إنه يحبني وأنا بصراحة حبيته فبعدها أكدت لي من جد إنها تحبه تخيلش تقول تقول مستحيل ألاقي رجل بالدنيا زيه يعني رجال طويل وأبيض عين وبنية ومدرش تقول سبحان الله الحب أعماها تقول ما تخيل حياتي إلا معاه المهم بعدها قلت لها أهم شيء إنه ما يخرب عليك بالدراسة بما أني ما شاء الله تبارك الله من الناس المتفوقات قالت لا وين يا بنت الحلال أنا واثقة هذا مجنون فيني واضح من جدا وطح على وجهه مستحيل يغدر فيني أو يتركني قلت لها الله يوفك يا ربي يسر لك المهم مرت الأيام وجاء وقت زواج أخوها الكبير يا الله أحلام وقتها ما صدقت إنها تفتك من أخوها صح إنها تحبه بس عشان يصفالها الجو مع سالم عشان تكلم حبيبها براحتها فكانت هذه الفترة أحلام مشغولة بالتجهيزات بزواج أخوها يعني ما كنا نتواصل أنا وياها كثير بدت أحلام تتغير صارت بس جالسة في الفصل ما تطلع منه أبدا حتى الفسحة ما صارت تطلع طول الوقت قاعدة بالصف تتأمل حتى بالامتحانات كانت الأستاذة تقرأ أسئلة الامتحان والله يا أحلام إنها مدارية عنها كانت بس دائما ترسم قلوب على الطاولة يعني تعرفون حركات الطيبين فأنا شخصيا بدأت تتغير عليه في نظراتها يعني يوضح كذا سبحان الله واضح أنها خايفة مني أو خايفة نحسدها صارت تخبي علي أشياء كثير بحياتها عني أشياء تصير معاها مع سالم ما تعلمني عنها أبدا رغم أني كنت أنا أكثر وحدة ترتاح لها وأكثر وحدة تحكي لها وأكثر وحدة أفرح لها سعادتها من سعادتي لين آخر يوم بالامتحانات جتني أحلام وكلمتني وفاجأتني بموضوع سالم أخيرا حيتقدم لها قلت الحمد لله وأخيرا أسمن بالله أني فرحت لها فكانت خطوبتها بالإجازة الكبيرة وكانت مرة مشغولة بتحضيرات الخطوبة وتنتظر بس متى يجون يخطبونها رسمي كانت فرحانة مرة بالمكالمات لدرجة أنها صارت ما تكلمني طول الوقت مشغولة معاه حتى صديقاتنا بالمدرسة كانوا يسألوني فين أحلام ليش معت يجي لش معت تدق علينا يعني كذا ليم طنشتنا ما تكلمنا بس تكلمك قلت والله العظيم حتى أنا ترى ما تكلمني أحلام مشغولة بزواجها أنا شخصيا إذا كلمتني تقفل معايا على طول ما تجلس دقيقتين فاختفت أحلام بالإجازة ما دريت عنها أبدا أنا كنت لاهية مع جيراننا وأهلي وطلعاتنا وكذا بالإجازة تعرفون لما تقريب أما هي كل الإجازة كانت مع حبيبها أنا ما كنت زعلانة منها صراحة عادة الله يوفقها ويسعدها وخطوبتها ترى هي ما علمتني أنا عرفت لما كنت راجعة مرة من المشغل جاي متكشخة وكذا وكانت يعني نازلة من السيارة شفتها عرفت إن هذيك كانت وقت خطوبتها المهم مرة الإجازة قابلنا بالمدرسة وصرنا ثالث ثانوي فدوامت أول شهر بعد شهر أحلام اختفت صارت ما داوم نهائيا كانت تجينا مشرفة الغياب وتسأل عن الغياب كان من ضمنهم دايما أحلام غايبة غايبة فيسألون ليه أحلام غايبة طول الوقت كانوا يناظروني على طول كنت أقول بنات هدوا صاحنا صديقتي وجارتي لكن قسم بالله ما أعرف عنها شي ما أدري فين هي فقالوا لي لازم تروح لها وتشوفينها وقفقت بس بداخلي ما كنت راضي قلت يا الله خلونا يروح أشوف يعني يوم الخميس إن شاء الله إذا جاء دقت عليها يوم الخميس ممكن خمس أربع مرات ما ردت بعدين ردت قالت لي قالوا إيه هلا المهم قلت لها وينك شتكت لك وحشتيني أنا بأزورك قلت إيه حياك حياك وفعلا رحت عندها العصر تقريبا ساعة أربع فتحت لي الشغالة دخلت الصالة وكنت انتظر أحلام متى تيجي جات جلست قدامي وبعدها لو أقول لكم مش صار تنصدمون تخيلوا أحلام جالسة قدامي على الكنب وماسكة جوالها ولا كأني حولها كأني قطعة أثاث شوي اللجت الشغالة بالعصير والحلاء كأنها كده تذكرت إنه في أحد جالس عندها فجاي تضيفني طالعت فيها قلت لها أحلام شفيك كده أنت متغيرة قالت وين يا أخي بسك بس أفلام ما فيني ولا شي لأني متغيرة ولا حاجة أنا بس قاعدة أستعد للحياة جديدة وكده وما أفكر إلا أنتزوج الشخص اللي أنا أحبه وأعيش الحياة اللي أتمناها قلت أحلام ترك انخطبتي مو عشوني انخطبتي كده تخربينها وتتركين شهادتك ودراستك وكده ليه غايبة ليش ده الغياب كله قالت وي وش خذنا من الدراسة غير الغثاء أبوي الحمد لله عنده فلوس وغني وما شاء الله خير حدث ولا حرج وخطيبي ما شاء الله نفس الشي لا أتعب عمري وادرس وأوجع راسي يا حبيبتي الشهادة هذي لك أنت أنت اللي تحتاجين الشهادة لأنكم ناس على قدكم ما عندكم فلوس فصح تحتاجينها لأنهم مستواك مو من مستواي يلا يقلبي خلينا ضيفك بسرعة وقهويك كده ونسولف يلا لأني مشغولة والله فاعتبرتها كأنها طردة والله بعدها حرفيا ما عرفش الشعور اللي جاني يعني اللي تذكر هذاك الشعور كده حسيت اني حزينة قلت لها تمام حبيبتي الله يسعد كأنا رايح البيت بس حبيت أطمن عليك وأشوف انك بخير قلت لا يا حلوة طمني ومرة ثانية لا تزوريني ترى ما أبا خطيبي يدري انك قاعد تزوريني ترى كل شي منك وارد يمكن حسد يمكن حقد فأنا خلاص اكتفيت بكلمات يعني بس مشكورة الله يعطيك ألف عاثية بس يعني زي كده كنت أقول لها على ذا الكلام جلست أفكر بدراستي قلت خلاص يعني هي بنت ناس ومحترمة وغنية ليش تكلمني بذل أسلوب أنا صديقتها من سنة ما عمرها قالت لي ذا الكلام فحسستني فعلا أني أنا أقل منها بس قلت يلا ما عليه تبقى صديقتي دعيت لها بالخير وما كنت بنسى عشرتها باقي صديقاتها كلهم تخلوا عنها فترة وخلصنا أخيرا الحمد لله ثالث ثنوي أنجحنا أنا وصديقاتي وفرحانين أما أحلام ما أعرف كيف أخذت الشهادة وهي ما درست صراحة أتوقع أنه الموضوع فيه رشاوي المهم أخذت الشهادة وتخرجت يعني زينا فأنا لقيت لي دوام بسيط بعد الدراسة على قد الحال بس كنت مبسوطة فيه وفرحانة وصديقاتي كل واحدة شغلت بحياتها أحلام هذه ما أعرف عنها ولا في شيء إلا بليلة من الليالي كنت أسمع من بيتهم أصوات زغاريت وأغاني وكذا وطقطقة فعرفت أنها ملكة أحلام أنه ذا اليوم ملكتها كنت فرحانة والله العظيم رغم الأشياء اللي سوتها لي فحسيت أن هذاك اليوم ننت وانا فرحانة مر شهر دقوا على أمي طبعا أنا كنت أيامهم داومة في العمل طلعت شغالتهم جايبة بطايق يعني كروض دعوة الزواج وكذا ومرسلين أصلا الرسائل على الواتساب وقروب الجيران ومش عارفة إيش فالمهم قلت لأمي والله ما رح نحضر يعني مستوى هذول الناس مم مستوانة وأنا وأحلام خلاص انقطعنا فوافقتني أمي قلت خلاص تمام الله يوفك ويرزك أنت كمان بالزوج الصالح وحدت فترة وفي ليلة من الليالي كنت سهرانة مع أهلي إلا يرن جوالي من اللي متصل؟ أحلام فلسا غربت يا الله غريبة أحلام تدق علي المهم استأذنت من أهلي قلت بطلع فوقي بكلم يعني صديقتي رديت عليها ألو ألوها لا عليكم السلام المهم قامت تقولي تكفيني فلانا ساعديني أرجوك قلت بسم الله أحلام هدي شوي إش فيه قلت تكفيني فلانا ساعديني قلت شفيك تكلمي طيب قلت زوجي ترقني طلع من البيت وسافر قلت لا طب إش اللي صار قالت رماني كذا في الأرض دفني بقوة والسبب بالنسبة لي مهم وهو بالنسبة للي النسال مو مهم قلت ويش السبب قلت العيال سالم ما يبغى عيال وأنا أبغى عيال أنا ما كنت أدري فلانا سالم ما يبغى عيال حلنا متفقين كنا قبل الزواج على كل حاجة وبعد الزواج يصدمني كذا ويرميني على الأرض بس عشان أنا أبغى عيال فانصدمت أنا كيف أنه شخص يرفض نعمة من نعم الله في ناس غير ملايين يتمنون هذا الشي قلت الأحلام طب ليش هو ما يبغى للأولاد قالت هو يبغى أول سنة كذا نعيشها بدون عيال نسافر وننبسط ونروح مطاعم وزي كذا ما كان في باله عيال لكن أنا حملت إش أسوي مو بيدي ولما نعرف أني أنا حامل قام طلع من البيت قلت كيف يعني طلع من البيت قلت أخذ شنو طوحط فيها ملابس وكانه مسافر فانا مرة انقهرت على أحلام قلت لا طيب انتي فيك شي انت تعورتي جاك شي قلت لا أنا ما حسيت بشي بس ظاهري أحس بموت بموت من الألم قلت طب كلمت يا أمي قلت لا مستحيل أكلم أمي أمي ستسأني و ستعرف أن صواتي متغير وكذا وانا ما أقوى أمي تدري قلت لا طيب انتظري شوي وانا بدق عليك رح تكلمت أنا صيدلاني وقلت لها باللي صار قال لي احتمال أنها تحتاج مثبت حمل خليها تروح المستشفى عشان تحط مثبت حمل المهم رجعت دقيت عليها وحصلتها لسه تبكي المسكينة قلت لها بالسال فقلت اسمعي لازم تروح المستشفى وتأخذي مثبت حمل وكذا قال طب زوجي قلت لها زوجك حاول يجلسي معاه تفهمي يعني انتويات فاهمه بهدوء أنه هذا يروح من الله ورزق من الله هذا الشي مو بيدي قليل وكذا حاولي تفهمينه زي كذا قال تمام الحين بدق علي إن شاء الله يا رب أني ما ألاقيه سافر قلت طيب سكرت منها فاستغربت من أحلام صراحة فجأة جلست تقول لي اش اللي صار ولا فكرت حتى تعتذر مني وكذا أنه على طول دخلت معايا خبط لزق فكنت أقول يلا ما عليه يمكن عندها مشكلتها ولي فيها مكفيها وكذا من الربشة ما عتدريش تقول بعد اسبوع رجعت أحلامت وواصلت معاي قالت لي بعد ما قفلت مني هذاك اليوم أنها طاحت على الأرض ونزفت وأغمى عليها تقول أنه ما أحد أنقذني إلا زوج الحمد لله أنا ما سافر هذاك اليوم تقول يعني رجعت بعض ساعات طويلة وشافني على الأرض وأنا أنزف وشارني وداني المستشفى بعدها عرفت أني أنا أجهضت تقول لما انطاح الحمل يعني أنا ما كنت ما علمت أحد من أهلي ما أبغى أحد يدري وكنت بالمستشفى وسووا لي تنظيف وطلعت المهم جالسة تبكي تقول لي أنا فقدت جنيني أنا ما أنا مصدقة وقاعدة تبكي أقول لها خلاص تكفلت كطعين قلبي هذه خيرة جلست هديها سالم خلات شوف أن اللي سوت الشيء غلط لأنها حملت يعني لا حول له ولا قوة يعني تخيلوا صارت أحلام تقول أنا اللي غلطانة أنا اللي حملت أنا اللي كذا طب أحلام ده الشيء مو بيدك المهم جلست أحلام تلوم نفسها بعدها قالت خلاص أنا قررت أني أسمع كلام زوجي وأخذ حبوب منع حمل وأنا كلمت الدكتور وقلت لها خلاص سوي اللي يريحك أحلام المهم أنك أنت مرتاحة يعني سبحان الله البنت كأن أحد غسل مخها والأغرب أنها تسمع له والرغبة وغير الخوف الواضح فكلامها معاي أنا جالسة أقول يا الله وين أحلام هذيك القوية وكلمتها ثابتة وما تتغير معقول الحب كذا يخلي الواحد ضعيف يخلي الشخص يتغير شخصيته كام لا عشان الشخص اللي يحبه المهم بعدها أحلام اختفت وما كنت أعرف عنها شي غير أنها تدق عليه تقول لي أنا مسافرة أنا الحين بلندان أنا بتايلاند أنا بباريس بكل مكان ما شاء الله بعدها آخر فترة قالت لي ترى أنا سويت عمليات تجميل لخشمي الأسناني لفكي لصدري حتى شعرها سوت له زراعة يعني كأنها تبت وصني أنه شوفي قديش أنا أعيش بسعادة أبسويش أي شي بس عشان أرضي زوجي يعني طبعا هذه عمليات التجميل مو عشان نفسها ولا عشان تشوف نفسها حلوة لا بس كانت بترضي زوجها فكنت أقول يا أخي يا ربي ليش هيتفكر كذا البنت ما شاء الله جميلة تبارك الرحمن ما تحتاج كل ده ليه تسوي كذا الأمان يعني كان شي غريب اللي يسوون عمليات لشي ضروري يشوفون إن شي ضروري يعني ما نضدها صح بس أنه البنت جميلة ما فيها ولا شي ما توصل لإني أغير شكلي كلامي شخصيتي بس عشانه عشان زوجي عشان يعني أحرم نفسي من الأكل تخيلوا كانت يعني ما تاكل ولا شي عشان شوفها بالجسم المثالي كانت لما ترجع من السفر أقول لها يلا خلينا نتقابل أشوفك وكذا ونسولف مع بعض مو معقولة صديقتي بس تواصل معك جوال ما أشوفك كانت تتعذري تقولي أنا مشغولة أنا زوجي يحبني أنا زوجي ما يبغاني تحرك من عنده وذي سنة الحياة تمنى أنك ما تزعلين مني كنت أقول لها لحول الأقوة إلا بالله طيب قررت أحلام إنها تيجي عندنا أخيرا في يوم من الأيام بسبب أن زوجها كثرت عليه الأشغال ومشاريع وتبارك الرحمن وبرضو يعني عمه عم سالم صار مشلول فخلى سالم هو المسؤول عن حلاله بنفس الوقت المسؤول يعني عن حلال أبوه يعني كان مرة مشغول سالم وكثير السفر ما يجلس بالبيت كثير ما يجلس مع أحلام كثير فكانت أحلام مبسوطة منها أخيرا يعني حياتهم ترتبت وبشرتني وقتها بخبر حملها فكنت مرة فرحانة لها فأيامها قررت إنها تسوي عزيمة تعزم الناس كلهم اللي تعرفهم عشان خبر حملها عزمتني أنا نسيت كل كلامها القاسي معاي نسيت كل شي رميت وراء ظهري ما كنت مضايقة كثير ما ضايقت على حالها والوصول هذه المرحلة يعني بدون شخصية فأقول بقلبي ما بقى أنصدم يعني من شكل أحلام لأنه في الجوال كانت تقولي سويت وسويت وسويت كنت تقولي يا رب وقرأ عرفتها الكل يمدحها أنه يا الله كيف صرت إنتي حلوة إلا أنا أقول بقلبي يا ربي وين والله يا أحلام أول أحلى أحلام كانت بعالم ثاني ما كانت سرحانة بعالمها الوردي لا كأنها الحزينة تفكر بشيء تبوا تتكلم بشيء لا أعرف كيف تطلع كأن في شيء يمنعها المهم طلبتني أن أطلع معها في غرفته عشان توريني الملابس الماركات اللي جابتها وعطوراتها الفخمة والهدايا اللي جابوها عشان حملها أول ما دخلنا الغرفة سألتها قلت أحلام فيك شيء أحس عيونك فيها حزن ترى أنا أكثر واحدة أفهمك طالعت فيني كده ضحكت قلت لا وين أنا مبسوطة وفرحانة ترى كل هذا من خيالك كأنها كده تبوا تسكتني ما عاد أسأل مرة ثانية فقلت بنفسي والله ما رح أسألها مرة ثانية دامها صدق مبسوطة خلاص الله يوفقها يا رب بعدها كملت يعني توريني الأشياء أنا طالع فيها أقول لها حلو الفستان وكل نظراتي فيها يعني تحس أنه فيها شيء لين انتهى هذا اليوم على خير ورجعتنا بيتنا فأقول بنفسي إذا هي محبة تتكلم ولا تفضفض وأنا اللي أسأل بس وأحاول أني أتكلم معها خلاص أنا أسألك لها أكون مرة عادية معها يمكن صحي كده حياتها عاجبتها فما عدا بتدخل يمكن صدق هي تبغى اللي بينها بس صداقة بحدود مشهت على هذا المبدأ المهم كبر بطن أحلام خلاص زوجها بدأ يسافر ما يجلس بالبيت كل ما سافر زوجها تروحي لبيت أهلها فكانت كل يوم جمعة تكلمني وتعطيني التفاصيل كلها تقول لي أخبارها حملات جهيزات البيبي بعدها سألتها عن زوجها قالت لي زوجي يجي دايما يعني يسافر يسافر يجي يومين ويسافر دايما مسافر من أنا ما حملت يعني قلت يلا الحمد لله يشتغل عشانك وعشان اللي ببطنك عشان يصرف عليكم كذا حلو الله يوفقه المهم مرت الشهور وأحلام ولدت وجابت بنت وسمتها سمر على اسم أم زوجها أحلام ما كان عندها مانع بالاسم إلا أنها كانت يعني تبع بنتها تتربى على الدلع والدلال اللي أحلام أساسا تربت عليه إنها تكبر وتصير بنت حبوبة وجميلة وكل شي حرفيا يعني حلو فيها سبحان الله أحلام تغيرت بعد هذا الحمل صارت سمينة يعني حجمها صار دبل صارت ما تلبس سمول صارت اكس اكس لارج عيونها شاح بادبلانا ما تتحمل صراخ بنتها حتى لو بنتها بكت شوي تنجن أقول لكم يعني لاحظت في أحلام إنها مو دارية عن بنتها أبدا كانت بس الشغالة هي اللي تيجي وتهتم بالبنت ما تسوي ولا شيء أحلام كل شيء على الشغالة فمن أول زيارة لها بعد ولادتها ما كانت تتحمل صراخ بنتها يوم من الأيام يعني كانت بنتها تبكي 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 تتجنم من البكي فكانت أحلام تنادي أمها تقول لها يا أمي تكفين شيليها أنا ماني قادرة أتحرك أنا جسمي يعورني أنا ماني وبالفعل يعني جاءت أمها وأخذتها وأخذت البنت يعني فحط أعطتها الشغالة الشغالة هي اللي تهتم فيها فكانت تقول أحلام إن أنا مسوي عملية تكبير صدر ما أقدر أصلا أني أرضع بنتي كانت كارها كل شيء حتى بنتها فانقهر عليها نفسي أني أساعدها بس هي ما تفضفض ما تطلع اللي بقلبها من مشاكل وهموم عشان أقدر أساعدها طبعا هذيك الفترة زوجها ما شفت اللي بس أول يوم ولدت كانت آخر يعني الحضور آخر من جاء كان مفروض يكون أول واحد مع زوجته لا يعني دخل كان آخر شيء وله داري عن شي دخل ومسك البابي وقعد يطالع فيها ويتأمل يشوف بنته زوجته قسم بالله ما طالع فيها ولا قلها حتى كلمة واحدة حلوة حط الهدايا على بنته وأخيرا يعني طالع وقتها في زوجته وجنبها بالبداية بس كان يعني مبهور ببنته لدرجة كل اللي حوله من الأهل ينادونه سالم سالم وما كان يسمعه بس كان يطالع بنته يعني كأنه فرحان فالحمد لله نفرح المهم بعدها جلس جنب زوجته ومسك يدها وباسها قال لها أنا آسف أني طولت عليك على طول انسحبت لأنها كانت جلسة عائلية طبعا زوجها موجود وخلاص يعني ليش يقعد معاه هذا الكلام صار كله بالمستشفى أول يوم بعدها وأنا طالع كنت نازلة بره المستشفى لها شوف أحلام من الشباك كنت أقول لها يلا إن شاء الله ننتقاضل وهي طالع فيني بنظرة كأنها تقول لي يعني تكفيلة تروحين وكذا طلعت أحلام من المستشفى رحت بيت أهلها لأنها في فترة النفاس زوجها سافر لمدة شهرين ورجع تخيلوا شهرين الشهرين هذي أنا ما كلمت أحلام إلا مرة واحدة قالت لي إن زوجها مضطر أن يسافر استراليا عشان عنده شغل بيجلس فيه شهرين استغربت كيف يعني عنده مولودة ومسافر وهي بالنفاس كيف يسافر كذا يتركه حتى لو كان كانت تقول لي أنا أرسل صور بنتها يعني له هو يشوف صورها بالجوال كان نفسي أسألها بس أحلام حطت بيننا حدود أنا ما أقدر أتجاوزها واللنا بداخلي كده ودي أصرخ ودي أقول أحلام مش فيك المهم بعد النفاس جابت شغالة ثانية لأن شغالة الأولى ما كانت تكفي الشغالة الأولى بس كانت ترضع البابي وتحممها وتنظفها والشغالة ثانية تطبخ تغسل وكل حاجة فقالت لي هي أنه أنا ما أقدر أربي البنت الحالي لازم في أحد يساعدني وكذا وكانت دايما كأنها مضايقة أنها عندها بنت كان كل تركيزها واهتمامها بزوجها خايف أنها تخسره المهم قررت يوم من الأيام أنها تضعف وتسوي رجيم تشترك بنادي رياضي وتخطط أنها سوي عملية شد وتبقى تسوي كل شيء طبعا مو عشانها عشان زوجها وما تفكر أنها تحمل أبدا عشان ما تخرب جسمها وتتزعل زوجها وترجع من أول وجديد تروح تسوي عمليات تجميل تقول بالحرف الواحد أنها مو لازم تحمل عشان جسمها ما يخرب لأن الزوج يحب القوام الرشيق الجميل اللي تقوله شيء مو طبيعي فيعني كانت تقول الحرمة نفسيتها لازم تكون مرتاحة ولازم ما تهمل زوجها وتجلس مع عيالها وكذا فكان من ضمن كلامها تقول الحمد لله أنا ما قدر أرضع بنتي لو أني أقدر أرضعها وهي بحضني أحس أني بنفجر إذا وهي من بعيد كذا سمع صراخها أتعب وأضايق ما بالك لو كانت بحضني أقول لكم لا تعليق المهم خسرت فعلا وزنها الزايد وتحملت الكثير من الألم والمعاناة وحرمت نفسها من الأكل بعدها قررت أنها تسوي عملية تجميل شد بطن وشد جسم وغيرت شكل شفايفها حواجبها كل شيء بعد ما خلصت كل حاجة قلت يا ربن سالم يرجع لي أنا ما سويت هذه الأشياء إلا عشانه فخلت جسمها لعبة في يد الأطباء يلعبون فيه زي ما يبغون صارت في نظر زوجها زي الأفاف اللي لازم كل مرة يتجدد كل مرة يتغير لين يوم من الأيام دقت عليه قلت لي تعالي باك تجيني البيت قلت لها طيب تمام رحت لها قالت لي صوريني المهم صارت تلبس ملابس جدا شبهة عارية يعني من الصدر والأفخار عرفت أنها تبقى ترسل الصور لزوجها وهو مداري عنها أصلا المهم بعد ما خلصنا جلسة التصوير وكذا قلت أمانة دعيلي يا فلانة إن زوجي بعد ما يشوف ذي الصور يرجع لي قلت أحلام متحسينك زودتيها ساحب عليك مخليك أنت وبنتك لحالكم وهذا أول طفل وأول فرحة يترك كذا ويروح يسافر يقول عشان الدوام وش ذا الدوام اللي ضروري يخليه يبتعد عنك وعن بنتك ذا أول سعادة لكم يعني أول بيبي قامت ردت علي قات عادي هي كذا الحياة أحيانا فيها سكر وأحيانا فيها ملح وكذا وأحيانا يبتعد الزوج وأحيانا يكترب المهم البنت كلامها مو منطقي ولا واقعي آخر شي قالت لي أكيد إنه ذا حين بيشوف صوري وبيعجب الشكل الجديد وبيرجع لي فعلا أرسلت له الصور وشاف الصور اش تتوقعون ردت فعله يلا الحمد لله كانت ردت فعله حلوة يعني ما رح تعبها ألفابي قرر أن يكنسل السفرة ويرجع عندها عشان نشوفها كانت بتموت من الفرح تقول ثاني يوم جاني على طول وقررت أحلام أنها وقتها تعطي بنتها للشغالة وتقول لهم يعني يروحوا عند أهلي وأحلام زوجها قرروا أنهم يحجزون فندق لمدة ثلاث أيام بالفعل قاعدوا ثلاث أيام وكانت أحلى ثلاث أيام بالنسبة لأحلام فكان سالم يوميا يطلعها يعني المطاعم طبعا بنتهم سمر يا أنها تكون عند أهل زوجها مع الشغالة وتكون عند أهل أحلام مع الشغالة فصارت أيامه كلها في الفنادق وسفريات تقريبا كل أسبوعين يسافرون فطمنت إن زوجها خلاص ما عاد يشوف اللهية بالنسبة للعمليات يعني شكلها الجديد وكذا فخلاص يعني تعلق فيها زوجها إلىين سنتين بالضبط حتى أنها تقول يعني كانت تقول الحمد لله أن ما يخونني ومن ذلك كانت حاطة في راسها أن الإنجاب هو اللي يخرب حياتها حاطة بالها أنه خلاص أنا ما حأنجب مرة ثانية المهم كمل السنتين وهي عايشة بسعادة ومقرر أنها ما تحمل أبدا بعد السنتين حملت بإرادة الله يعني شيء مو بيدها أول ما حملت لو أقول لكم مش سوت يعني تنصدمون بالبداية دقت علي أحلام قالت لي ساعديني تكفين أنا في ورطة وكذا قلت يا رب البنت يمكن في مصيبة يمكن تخاصمة مع زوجها يمكن ضربها وكذا المهم بعد جهد جهيد اللي فعنت قالت لي أنا حامل ساعديني أنا ما أبغى ترجع للمشاكل أنا ما أبغى سالم يسحب علي عشاني حملت تكفين سوي لي أي شيء أبغى هذا الجنين بس ينزل قلت أحلام يا بنت الناس لا حول ولا قوت إلا بالله هذا هدية من ربك ترى النعمة زوالة أنت تبغين ترضين زوجك على حساب ربي ما يهمك رضا ربي أنت ترى لسوينا شيء غلط هذه نعمة من الله تذكرين كلامي بعدين إذا فقدتيها فكنت أقول لها في القناعة بالقدر والرضا بخيري وشر أنت الحلم سوي كل العمليات سويتي كل اللي عليك رجيم تلبسين وشعرك كل شهر لون عشان زوجك أكبر نعمة أعطاك الله إياها هو الإنجاب أنت لا تدرين قديش في ناس كثير محرومة من هذا الشي تتمنى بس يجيبون طفل جلست تبكي تقول لا لا تكفين فلا أنا ما أبغى كرر نفس الغلط اللي أنا غلطة أول مرة وأحمل مرة ثانية زوجي يسافر بعدين يسحب علي عش حياته برا أنا أقعد تسعة شهر لحالي تكفين أنا لازم أنزل الجنين هذا قلت أحلام فيه شي ثاني مخوفك غير أن زوجك يسافر وش فيه هذا زوجك يسافر عشان شغل فيه شي ثاني أنت خايفة منه يعني هل زوجك يسافر عشان معه وحده ولا يلعب هناك ايش اللي مخوفك فكانت خايفة لأنه حاطة براسها زوجها أول ما يعرف أنها هي حامل حيخونها يشوف أن ذي الإنسانة بس حق تحمله وخلفه وكذا وتجيب عيال ذا اللي كان ببال أحلام كنت أقول لها استهدي بالله أقول لها لا تعطين مجال لأفكار الشيطان كانت مصرة إلا أنها تنزل الجنين فأنا خلاص ما عاد صرت أتكلم وأناقش هذا الموضوع يعني لأن أحلام كذا ولا كذا تسوي اللي في راسها صرت أسمعها ويتبكي لين قفلت الخط بوجهي وارجع تقع عليها مرة ثانية ما ترد قلت يا ربي ليكن سوتها نزلت الجنين ما الذي يجعل صديقتي توصل ذا الحال استغفر الله البنت بعدت عن ربي يا الله وين شخصيتها وين عزت نفسها وهيبتها شكلها صار مقرف من العمليات كأنها مشوها ما أقول كل هذا عشان الحب ضيعت حياتها بسبب رجل يظن أن المرأة مجرد جسم وشكل عادي أنه أنا سوي أي شي عشان زوجي ما في مشكلة صح الوحدة تسوي اللي تقدر عليه بس مو الأوفر ما يهتم فيها عشانها هي ولا يضحي عشانها إذا هي حامل عادي يحبها يعني أنا هذا الشي اللي كان قاهرني هي كانت بتموت تسوي عشان المستحيل طبعا كملت حملها وقررت أنها تحافظ على الجنين ورجع سالم نفس القديم الأول يسافر أول ما شافها حامل سافر أهملها وطنشها ما عد يكلمها وهي ظلت زي ما هي تنتظر يوم ولادتها عشان تشد وتمد وتقطع ومدرشة تسوي وعمليها التجميل وترميم وترمي الطفلة الثانية للشغالة طبعا كل واحدة من بناتها عندها شغالة يعني عشان تعيش بدون أطفال زي المرة الأولى يعني هي عايشة حياتها فكانت تقول لي أساعديني أبا أرجع لزوجي أبا أرجع زوجي لي أبا يحبني يشتاق لي ما يشوف غيري أكيد أن الحين مع غيري يسوي معها بالحرام وكذا مليت صار السخيفة فاضية كل سوالفها كذا ما عندها إلا زوجها قلت لها خلاص أنت الحياة يعني ما فيها إلا شيء إلا زوجك ما في الحياة هذه إلا زوجك المهم ولدت أحلام وزوجها باقي مسافر خلصت النفاس وزوجها باقي مسافر بعد ما خلصت النفاسة كم يوم قرر أنه يرجع عشان يشوف بنته المهم لما رجع وشاف بنته وزوجته أبو أحلام لاحظ أن زوج أحلام دائما مسافر وسفراته كثيرة وساحب على بنته فقرر تقول أن يكلمه يشوف إيش فيه سالم جلس معاه قال أحلام مقصرة معك في شيء قال لا طيب زعلتك في شيء لا بينكم مشاكل لا طيب ليش دائما مسافر وتخنيها ليه وضح لي ذا الشيء إذا في بينكم مشاكل خاصة ما تبغون يعرفها ترى هذا يعني فيه شيء يسمى جوال وكذا طبعا تقول لي أحلام وأبوي يعرف أن سالم ما عنده هرجة يعني حتى الشغل اللي يسافر عشانه يقدر يخلصه عن طريق النت عن طريق البيت بس هو إلا يروح يسافر قال لا يعني عادي حتى تقدر تأخذها يا سالم معاك لو زوجتك حملت تقدر تأخذها معاك وتسافرون مع بعض تراها حملت ما ماتت المهم هي جابت له سمر وسهر قال لا أبو أحلام ترا هذه بنتي قبل تكون زوجتك وأنا بعمري ما خليتها تحس بحاجة يعني لأحد أو لشيء سواء عاطفي أو مادي فإذا كانت مقصرة معاك في شيء ما يردك إلا لسانك كلمني ونتفاهم والحل الأمور العالق بيننا وترى يا ولدي اللي صغير يعني الحين بكرة بيكبر ويصير من مشكلة إلى مشاكل مترابطة لازم تحلون ترتبون حياتكم مع بعض عشان الاستمرار وكذا قال طيبة عم شوف أول شيء حلام مو مقصرة معاك في شيء أنا أحب أني أسافر أحب أني أسوي مشاريع برا بحيث بعدين يعني بعد السنوات إذا رجعت عن زوجتي يكون عندي دخل كويس عشان عيالي وزوجتي ما يحتاجون شيء لكن شوف يا عم أنا ما أحب الأطفال أحس أنهم مسؤولية وأنا لسه باقي شباب والأطفال صح ما في أجمل منهم وأنهم نعمة بس أنا إنسان طبعا كذا أحب أسافر أروح وأجي ما أحب شيء يحكمني يربطني حتى لو كانوا عيالي فأنا كنت مخطط معاها أن بعد خمس سنين نجيب عيال ولكن أحلام ما وفت بهذا الشيء وقال إن سبب زواجات الفاشلة من طريقات الأولات يعني كانوا يفضلون الحمل والعيال على إنهم يعيشون حياة سعيدة بس فهذا سبب طلاقي منهم أحلام الله يهديها يا عم على طول حملة فأنا كنودي على الأقل نعيش أول سنتين كده بدون أطفال أحلام بهذرتني معاها وتعبتني وأنا كلما أحلام تحمل يعني رح أسافر ما قدر أخذها معاي ويحامل حتتعب أكد إنها بتكون عندكم وأنتم ما بتقصرون معاها طبعا تقول أحلام أبوي استغرب يعني من كلامه وأنا بصراحة ما ألومه تقول قال له أبوي يعني حاول إنكم تشوفون حلوسة يرضيك ويرضيها قال طيب خلاص لا تشيلهم حنتفاهم على كل حاجة أحلام إذا زعلانا مني أنا باراضيها بطريقتي وفعلا كيف راض أحلام رح جاب لها سيارة ما شاء الله فخمة جدا وفر لها يعني السيارة قال عسى يا رب تكون ذي السيارة حل المشكلة اللي بيننا ونرجع زي أول فقررت أحلامنا ترجع تهتم صحتها من أول وجديد جسمها شعرها جمالها نفس الموال الأول وزوجها قرر أن يخلص شغله عن طريقة الإيميلات مشى يعني على وعدة لأبو أحلام فقرر أن يصير عنده سكرتيرا اللي تتابع شغله عشان يصير الوقت كله مع أحلام مرت الأيام بنتها الثانية صار عمرها سنة ونص ورجعت أحلام جميلة تروح تطلع تجيب سيارتها الأماكن الكثيرة صارت حافظة أسماء المطاعم الكفيهات كان أغلب وقتها يعني مع الشغالة بناتها كذا أما زوجها اللي استقر بالبلد يتابع شغله كان عن طريق النت فصار يطلع معاه في أيام معينة ما عدا الويكند اللي فهمته إن زوجها يطلع معاه في نص أيام الأسبوع دائما يوم خميس وجمعة يتعذر لها يقول أنا عندي تخيم مع أصحابي حين رح نطلع البر أنا ماني فاضي يوم الخميس والجمعة فأحلام تضطر أنها تأخذ بناتها والشغالة توديهم عند أهلا وهي تطلع مع صاحباتها أو أنها تضطر تقعد مع بناتها يعني عند أهلها أو عند أهل زوجها حملة أحلام للمرة الثالثة وكانت أحلام صدق فرحانة يعني للمرة الثالثة وعشان تتمنى أن يكون ولد مسكينة ما كانت تدري أن زوجها ولا هم ولا بنت ما هم العيال أبدا فكانت بتتأكد يعني إذا هي حامل ولا لا فعلا تأكدت وطلعت حامل طبعا هو لما ندرع ما كان لها أي ردة فعل كان تفكيره بس يعني بناتها يسأل عنهم مش أخبارهم مش ناقصهم محتاجين شي شوفي ترى صرافتي فيها فلوس خدوا الصرافة خدوا الشي اللي ناقصكم فأحلام وسالم صار كلامهم قليل جدا تحكيلي يعني صار يناديها يقهرها يعني يناديها أم البنات فكانت أمها تصبرها تقول لها ما عليش يا بنت عادي عيشي حياتك إن شاء الله بكرة بيكبر بكرة بيعقل بكرة بيعرف قدرهم ما كانت تحس بالأمان مع سالم برغم إن سالم كان ممتلك الدنيا كلها ما شاء الله من فلوس وغنى كانت خايفة إن زوجها يغدر فيها ولا يزوج عليها ويشوفها بس أم البنات كان قاعد يلعب معها من وراها يعني يخونها وكذا المهم ولدت وجابت البنت الثالثة طبعا هذه المرة نفس الشي اللهم إن زوج أحلام كان موجود بس بالبيت الحالة وهي يعني مع بناتها الثلاث في فترة النفاس ببيت أهلها كان ساحب عليها لأنه عارف إنها بترجع تسوي عمليات تجميل وكذا كان منتظر هذا الشي فكان حاطوا بال إنه حيراضيها بعد ما تخلص النفاس وكانت مجهزة لحفلة يعني بعد ما خلصت النفاس وسوت فيها أشياء كثير وقعدت تنتظره أيام ما كنت كلمة كنت أقولها كل شوي بيجي أكيد الحين بيجي لين تسع الصباح لدرجة إنها نامت كذا والحفلة والأغاني كذا شغالة المهم رجع له وهو سكران دقت أحلام على التنظيم اللي نظموه على الحفلة قالت خلص تعالوا شيلوا كل شي قالت للشغالات شيلوا الأكل والكيك وكذا وكانت معصبة وقتها المهم وصلت للباب بيتي ودقت عليه قالت أنا عند الباب خلينا نطلع نتمشع بأي مكان ركبت معاها ولا يا الله رغم عمليات التجميل اللي سوتها قسما بالله الإنسانة هذه وجهها شاحب كان عمرها خمسين سنة مو عشرين فطالعت ورا شفت بناتها كذا نايمات قالت بناتي بأخذهم بأعطيهم أمي وأنا وأنتي نروح لأي مكان دقت على أمها قالت له يا أمي أنا بأحط بناتي عندك وكذا الانزوجي عند الشغالات مشغولات وقاعدين ينظفون البيت قالت عادي يعني هذولا بناتي أمها تحب يعني بناتها يا ليتك أنت تجين برضو عندي قالت لا بنروح لنا وأحلام ما مشى قريب من البيت المهم مجرد ما وصلنا قاعدة تبكي أول مرة أشوف أحلام مهزومة بهذه الطريقة وطالع فيها قلت له فين أحلام القوية قالت الأحلام القوية ماتت أحلام هذه الفترة صارت ضعيفة وكل يوم تضعف كل يوم تنجرح من كثر القهر اللي خسرته عشان زوجي أنا خسرت نفسي أنا خسرت جسمي أنا وجهي وكذا أنا خليت من نفسي نسخة لغيري أنا غيرت شعري صوتي كل شيء أتسبح بالعطور بالكريمات في عيادات التجميل كل شهر أبا كلمة حلوة ما قالها لي قلت أنت اللي سمحتي له أنت اللي أعطتيه وجه لأنت مادة أنت اللي موافقة أنت اللي راضية بكل شيء قلت له من قلت لك أني راضية أنا ماني راضية أنا من تزوجته يقولي البزنس والبزنس وأن أنا ونتي نسافر مع بعض ونعيش مع بعض وأن بس الحمل هو اللي يخرب عليه وأن يحب الحرمة اللي تتجمل وكذا قلت له أنت ماشي وراء رضى زوجك يعني أنت موافقة ما لاحظت عليه شيء يخونك كذا مادام أنه ما يكلمك كثير قلت لي لا ولا مرة قلت لاحظت أن يخوني قلت أحس اللي سواه زوجك مو طبيعي لأنه تعود أن يسافر برا يختلط مع مجتمعات أجنبية عندهم شراب مرة عادي أنا كنت أحس كذا من وجهة نظري أنه عادي يسوي هذا الشيء ومتعود عليه ما أخذها من الأجانب اللي ما أنشيهم يعني السفريات وكذا اللي سافر فيها قالت لي أنا خلاص تعبت من حياتي وكرهت كل شيء أنا ما أنا قادرة أربي بناتي ولا قادرة أكمل معاه ولا قادرة أكلمه لي قلت إذا تبين نصيحتي اجلسي معاه تفاهمي معاه على الكل اللي قاعد يصير قلت أنا لما نجلس معاه أنسى الحزن أنسى أنه اللي مزع عني أنسى أن بيننا مشاكل قلت شفتي أنت اللي تسمحي اللي يتمادى أنت اللي تعطينا وجه خليك كذا على عماك خليك زي ما أنت عليه خليك من عيادة العيادة وقاعد يلعب من وراك أنت من أنت دارية عن شيء قلت خلاص اسمي دام بناتي عند أمي خلينا نروح أي كوفي ونجلس فيه بعدها رحنا فعلا كوفي أول ما دخلنا جلسنا سوالف بالبداية بعدها جلس السرحانة تفكر زي العادة فهي كانت مقررة أنه بعد ما نخلص ونشرب قهوتنا وكل شيء أنها تتفاهم مع زوجها عن الشيء اللي صار كنت أهديها كنت أقول لها خلاص عيش اللحظة خلينا ننبسط لاحق على التفكير بزوجك يعني كذا أو كذا مصيرك بترجعين تتفاهمين معه دق زوجها قال لها اشتكت لك الموم قالت له الحمد لله أنا تمام وأنا طالع مع صحبتي فتخيلوا ما سألها عن بناتها ولا سألها وينك أنت بالضبط ونتو ترجعين قال لها بس خلاص تمام أنا بنتظرك أنا وقتها قلت لها شراك تخلين البنات عند أميك وكلم الشغالة عشان تاخذ أغراض البيبي وتقدير راحتك أنت وزوجك تتفاهمون قالت لي تمام بعدها قلت لها أمجة ما تنسين تحطين حد لهذا الشيء للتصرفات انتبهي ترجعين أحلام الضعيفة رجع أحلام اللي عرفتها القوية كل شيء اللي كرامتها قالت تمام تمام ما عليك برجع أحلام القديم وحتشوفين المهم ترجعنا لبيس زوجها تقول لقيت زوجي جالس بالغرفة أول شيء كلمت الشغالات قالت لهم أباكم تلبسون الحين واخذوا أغراض البنات ودوهم عند أهلي من حليب وحفوظات المهم تقول أول ما دخلت قفل الخط جلست على الكنب قلت له مسائل الخير قال لي مساء النور ها وين كنت البارح قال ما عليش أنا كنت مع أصحابي جلست معاهم جلسة خفيفة وكذا قلت يعني شربت معاهم قال تعرفون اللي مو عارف يتكلم قلت سالم ما يحتاج تكذب قال تمام نزل راسه المهم جلس يقول لها أنا آسف أنا آسف قال لي أني ما ردت عليك على اللي سويتي على الحفلة والأشياء هذه فأول مرة أحلامت أصير قوية مع زوجي حرفيا قالت لي لا تعتذر قالها ليه قالت لي أن أنا مان محصلة منك شيء مستحيل حسام حك أبدا أول شيء أنت بخيل عاطفيا صحيح أنك تعطيني فلوس وخلاص الفلوس يعني شبعنا منها مو كل شيء فلوس أنت ساحب عليه وعلى بناتك اللي قطع منك منت حتى ما اعترف فيهم فجهز يقول لها آسف وسامحيني ووعد أنه ما تتكرر يلا الآن تجهز أريدك أفخم مطعم وهناك نتفاهم بإذن الله وتقبلين اعتذاري تقول رحت يعني ولبسته كذا وداها فعلا مطعم معروف أول ما راحوا المطعم على أساس أنهم يتفاهمون ويعتذر منها صح أم لا المهم تقول دخل المطعم جلس على جوال ويضحك ما كانت تدر مجالس مع مين فعلى طول فكرت الفكرة قلت كيف راح عن بالي ما أفتت الجوال وكيف ما جتني ذا الفكرة لما جاء وقت العشاء وتعشوا سالم راح يغسل في الحمام استغلت الفرصة قلت أفتت الجوال أشوفه حافظ الرمز يعني كان حافظ سهل بس كان واثق فيه أنا مستحيل تمسك الجوال محادثة مكتوب عليها سويت لوف يعني المهم صورة كذا بنت بدون ملابس وشعرها مفتوح شكلها كذا أجنبية تقول فتحت المحادثة وقريتها كانت عبارة عن حب وغزل وصور وكلام ومواعيد في فنادق واجتماعات وصور وروابط يا الله تذاكر سفر يعني حتى تقول سالم يوم كان يسافر كان يسافر معها بدل أحلام فاللي كانت تسوي كل شي عشانه في نفس الوقت اللي أحلام فيه نفاس كان فيه تذاكر سفر بينه وبين هذا الأجنبية يسافرون مع بعض وكذا ما كان الحالة ولا كان عشان شغل وكان معطيها هدايا فخمة وغالية وكل شيء مصور وكان بعيد الحب جايب له هدية وكذا المشتري له شقة فخمة في أحد الأبراج عتشوفوا كم سعر الشقة هناك غير الفلوس اللي يرسلها لها طبعا تقول أحلام ما سويت ولا شيء ولا صرخت رجعت الجوال مكانه وطلبت لي تاكسي لأن انا كنت جاي مع زوجي بسيارته ومو بسيارتي راحت بيتها أخذت ملابسها وملابس البنات وعلى طول على بيت أهلها فكلمت الخدم حقون البيت انهم يجوم معاه وفعلا راحت بيت أهلها كان سالم يدق يدق وأحلام ما ترد عليه بعدها على طول تقول يعني طحت بحضن أمي وجلست تبكي قالت أنا مستحيل أرجع لزوجي وكذا زوجي واحد خاين وعندي علاقة بالحرام وهو قاعد يخوني يا أمي ومو بس كذا وصلت في أن يروح يزني معاها فسالم على طول لحقها عند البيت أهلها قالت لأمها شو الموضوع شو اللي صار قال والله أنا ما سويت شيء اللهم إني مشغول بشغلي وأحلام مشغولة مع البنات وكذا فقالت له أحلام بنتي الآن تطلقها أنت مو قد الزواج ولا قد المسئولية تطلقها أنا بصراحة ما أبغى بنتي تنظلم معاك أنت عارف أنها أم لثلاث بنات وفوق كذا خاينها قال دقيقة دقيقة طبعا هو ما كان يدري أن أحلام فتشت جواله قال أي خيانة قالت والله زي ما سمعت أنت خنتها وبنتي كشفت هذا الشيء ولو سبح تطلقها بدون أي مشاكل بكل وقاحة قال أنا هنا جاي عشان أخذها وأخذ بناتي وأرجعهم البيت طبعا الرد عليه على طول أبو أحلام قال إنسى أن لك بنت عندنا وأن لك بنات وزوجة طلع أبو أحلام غرفته وتركهم في الصالة فكان حط في باله احتمال كبير إن أحلام ما ترجع قال وانا أحلام طب بس أبو أكلمها قالت نايمة وتعبانة ونفسيتها تعبانة خلا كم يوم تهدأ ونتكلم كلنا مع بعض طلعت يعني سالم من البيت بعد نص ساعة ذقت علي أحلام قال تعالي اسمعي بكرة إذا أنت فاضي تعالي أباك ضروري قلت له بشري أول ما دخلت بيت أحلام يعني كانت بغرفتها قالت لي أمها يا بنتي أحلام أنا مدرش فيها متغيرة بالمرة أحلام مو اللي أنا يعرفها مو هذيك الأحلام الأولية حتى الكل فاقدها بناتها فاقدينها شكلها لبسها سلوبها صمتها أغلب الأوقات ساكتها إذا تعرفين شي يا بنتي تكفين قوليلي قلت والله يا خالم اتطمني ما في شي بس هذي مشاكل عائلية بين الزوجين بعدين أحلام هي اللي تمادت هي اللي سمحت له هي اللي عطته وجه هي اللي سوت عمليات تجميل ذي كلها بس عشان ترضيه معلية لازم تتحمل غلطها طبعا جلست أمها تبكي تقولي يا بنتي أنا قلبي محروق عليها وعلى بناتها هذول اللي ما لهم ذنب زوجها طلع عنده علاقة بالحرام أو بنتي مصدومة طبعا أنا ما كنت تعرف إن زوجها يخونها كل هذا السواليف قالتها يعني أمها لي بعدين قلت معقولة المهم جلستها هديها لين ارتاحت قلت أبا شوف أحلام طيب قالت لي نايمة من أمس مقفل عن نفسها الباب ما تبت شوف أحد غير أمها قلت طيب من حقها المهم إذا قامت يا خالة خليها تكلمني قالت طيب رجعت البيت أول ما دخلت البيت وأنا طول الوقت أفكر بأحلام نمت من التعب من كثرة التفكير اليوم الثاني ما صحيت إلا على اتصال أم أحلام جلست قولي إن أحلام وديناها المستشفى قلت بسم الله ليه إيش صاير قالت ما صحت جلسنا ندق عليها الباب ما فتحت اضطرنا نكسر الباب فأخذناها وديناها المستشفى أول ما قالت لي تركت كل شي بيدي رحت لأمي قلت لها أبزور أحلام بالمستشفى وكذا المهم رحت المستشفى فأبو أحد يدلني على غرفة أحلام إلا بالصدفة أطالع ألاقي أم أحلام في آخر السبع الكرسي ورحت أركض لها قلتها يا خالة طميني وكذا يا الله قالت لي تقول الدكتورة قالت كثرة العمليات اللي مسويتها أحلام أثرت على صحتها وكانت تأخذ أدوية عشان تعطيها مناع بس أحلام مناعتها كانت مرة ضعيفة بنسبة عالية فلقطت مرض جنسي معدي اللي هو الإيدز صار في أحلام إيدز بسبب مناعتها الضعيفة بسبب عمليات التجميل بسبب الأدوية اللي كانت تأخذها نقلوها القسم العناية قلت لها معقولة كانت يعني ما تخيلون وضعي كيف كان الله ليس سامح اللي خلاها بظن الجمال بالعمليات المهم في النهاية طلع إنسان فاسد مريض كان عليها أجهزة كان ممنوع أصلا أحد يدخل عليها إلي الأطباء والممرضات أنا شفتها بس من شباك الغرفة كان عليها أكسوجين ووائرات المغذية يعني وقياس النفض أمها كانت ميتة من القهر على بنتها أبوها يتصل بزوجها زوجها مقفل خطه راح أخوها وأخذ بناتها وخلاهم في بيتها عند زوجته وأولاده وراحوا يدورون على سالم صدمة بالنسبة لأهل أحلام كانوا مصدومين أحلام صارت ما تحس بشي فزوجها طلع مسافر كأنه كذا هربان ما أخذ ملابسه ما أخذ أغراضه كاملة أرقامه كلها كنسلها كأنه هرب والسمعة صارت على كل لسان كان يتاجر بالتجارة الممنوعة كان يعني في عصابة اللي عرفته يعني بعدين أنه في عصابة حقون اعتداء اقتصاب خطف لحول الأقوة إلا بالله ما اكتشفوا هذا الشيء لم بعد ما دخلت أحلام العناية يعني بسبب هذا المرض الخطير اللي جاها أساسا من زوجها وعاد أنت تعالوا شوفوا علاقاته كم كانت يعني مو بس بهذه الأجنبية شوفوا كم بنات العدو كانت علاقاته كثيرة كم بنت مرضت مناعت أحلام كانت اثنين من عشرة آخر عملية سوتها كانت عن تصغير أنف وتكبير للمناطق وكسر الضلع عشان يصير عندها خسر نحيف فكانت تراجعهم بسبب ذي الآلام بظهرها والحوض وكذا فطلعت فيها أعراض المرض يعني ما توقعنا حتى ولا واحد في المية أنه يكون ايدز أنا انصدمت جست أبكي اليومكم هذا يعني ما أنا متخيلة كيف أحلام كانت تعاني من هذه الأشياء وكانت تتخيل حياة وردية ورومانسية وعيشة حلوة وسوت كل شي عشان زوجها بالأخير زوجها أعطاها أكبر هدية اللي هي المرض يا الله ما تدرون قدش كنت أبكي وأدع عليه أمها بغت تتجنن اضطروا أنه يقولون لها الحقيقة يعني أنها ما حتعيش وبالفعل هذا اللي صار يعني جلست فترة بسيطة بالمستشفى وتوفت الله يرحمها توفت وما تهنت بحياتها ولا بعيشتها توفت وعمرها 25 سنة وباقي في عز شبابها رحمة الله عليها وتركت وراها بنات ثلاثة كانوا عند جدتهم طبعا تربيهم تكبرهم البنات صاروا جميلات يشبهون أحلام أحلام بوجهها الحقيقي مو بعمليات التجميل فالعبرة من ذا القصة اللي بقولها واللي عمري في حياتي ما حنساها مو كل شي تخسرينه عشان الزوج لا تخسرين جمالك شخصيتك سلوبك أهلك صديقاتك أي شي في الحياة شهادتك افهموا أن الزوج يعني جزء من حياتك زي ما صديقاتك جزء من حياتك أهلك فما تخلين شي يطغى على شي لا تخلين الزوج يسيطر على حياتك كاملة يتحكم فيها بشكل كامل حتى بصحتك حتى بملامحك حتى بشكلك حتى بصوتك ترى والله الصحة إذا راحت ما يعوضها لا رجل ولا فلوس بعد شهر من وفاة أحلام طبعا يقولون إن زوجها توفى في السجن فانتحر بسبب المرض لأنه عرف حتى هو أنه مريض ما كان يدري أنه مريض أنا هذا اللي وصلني ولا أقولها بدل أحلام وبدل أمها الله لا يوفقها يعني لا حي ولا ميت ولا يسامحة يا رب خرب بيتها ودمر أمها وأبوه سمعتها وخرب أحلام وشكلها وموتها وعدها بالمرض وبناتها ذول البريئات اللي ما لهم ذنب يا الله كيف قدر هذا الإنسان يستغل ويخبي كل الأشياء عن أحلام وأنا ما كنت أدري ما أعرف كيف يعني فيه بنت حب شخص كذا يعني حب أعمى حرفيا أحلام نعمت بحبه توقع أنه كان ساحرها فكل العلاقات المحرم اللي انتهت سبحان الله دائما تنتهي بمصيبة فضيحة تهديد ابتزاز تعلق إعجاب أو عذاب أو فاحشة والعياد بالله كلها هذه كانت بدايتها سوالف دردشة طيش ضحك تساهل استهتار مع الشباب في أي وسيلة من وسائل الاتصال سواء في الخاص سواء في العام سواء يعني عن طريق الترقيم ولا المغازل ولا غيره فليش ما نعتبر قبل ما نقع في المصيبة والفضيحة والعياد بالله يجب أن نعزز الإيمان بالله ومراقبة الله عز وجل في السر والعلن وأن نغلق هذا الباب من الأصل ما أدري يعطوني أراءكم في القصة واكتبولي كذا لو أنتم بدال الأحلام اش كم ممكن تسوون وهل تشوفون أن الأحلام تصرفت بطريقة صح أو لا أو مبالغ فيها والله يا رب يهدينا وياكم لسواء السبيل إلى هنا انتهت قصتنا لليوم أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله إلى ذلك الوقت أستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر